بحضور الكل سواء رئيس اللجنة الأولمبية المهندس شام حطب أو وزير الشباب ورياضة الدكتور أشرف صبحي أو ممثلين للاتحادات الرياضية المختلفة المشاركة في بعثة منتخبنا الوطني في الأولمبياد منتخباتنا المختلفة وألعابنا المختلفة ورياضاتنا المختلفة الجماعية منها والفردية كانوا في مؤتمر صحفي فأعلنوا عن الخطة الموضوعة لمشاركة منتخبنا أو رياضيين في الأولمبياد ولكن كان خلال المؤتمر الصحفي الإعلان عن زي منتخباتنا المختلفة رياضيين المختلفين بالشكل الرسمي على مستوى البدل على مستوى البدلات الرياضية على مستوى حتى الشنط في أزياء بتحمل الصبغة الفرعونية بألوانها المختلفة سواء الأبيض أو الأحمر أو الأسود بالتوفيق إن شاء الله بهذا الزي الشيك نشارك مشاركات شيك ونحصد ميداليات بإذن الله مع أبطالنا المختلفين نعود إلى كرة القدم ترجمة نانسي قنقر